للمزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليها من العريش الزميل محمود جميل مرأسل التلفزيون المصري بعد التحية محمود أطلعنا على أهم ما لديك من معلومات حول الأشقاء الفلسطينيين وما تقدمه الكثير من الدول للأشقاء الفلسطينيين من المساعدات الغزائية وغيرها نعم فاطيمة بعد التحية لازلت كل الجهود متواجدة هنا في محافظة شمال سيناء لتقديم كل الدعم والمساعدات الإنسانية المختلفة لقطاع غزة محافظة شمال سيناء تحولت لمناطق ممتلئة بالمساعدات الإنسانية أقف في إحدى هذه المناطق بمدينة العريش والقريبة من مطار العريش بها عدد كبير من الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق وعلى متنها عدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية هذه الشاحنات بالطبع تستقبل كل المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة وأيضا المساعدات التي تقدمها مصر وهي القريبة هذه المنطقة من مطار العريش الذي لا زال يستقبل كل الطائرات المختلفة من الدول كان آخرها الطائرة التي وصلت اليوم لمطار العريش وهي طائرة قطرية على متنها 15 طن من المواد الجذائية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر القطرية بالإضافة إلى أن هذا المطار أيضا لا زال يستقبل كل الزيارات والوفود التي تأتي لتتابع وترى كل هذه الشاحنات الموجودة وتؤكد على الدورة التي تقوم به مصر في إيصال هذه المساعدات وأن لو لا هذا الدورة التي تقوم به مصر لما رأينا كل هذه الشاحنات ولما رأينا المساعدات التي تتجه إلى قطاع غزة هذه أيضا الشاحنات قريبة من المخازن الاستراتيجية الموجودة في مدينة العريش وتحديدا المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر وهو واحد من سبعة مخازن موجودة لتغزين هذه المساعدات وحفظها أيضا فيما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية وهذه الشاحنات بعد التنصيقات التي تتم تتجه الدفعة الأخرى إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة وهنا نقطة أخرى فيما يتعلق بمعبر رفح الذي لا زال تتضفق عليه كل الشاحنات وتدخل من خلاله شاحنات المساعدات نتحدث عن أن اليوم دخل إلى الجانب الفلسطيني 136 شاحنة منهم 76 شاحنة محملة بعدد من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أربع شاحنات وقود وبالإضافة أيضا إلى استقبال المصابين ومزدوجي الجنسية المصابين الذين يتلقون كل الرعاية والعلاق في المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء فنحن نتحدث عن عدد كبير من الشاحنات الموجودة التي بالطبع ستتجه اهتباعا لدخولها إلى قطاع غزة من الجانب الفلسطيني لدعم الأشقاء الفلسطينيين أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جميل كنت معنا من العريش مباشرة